السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب دود سبورت اهلا بكم اخباركم ايه يا رب ده ما تكونوا بخير وحشتوني جدا جدا ونخش بنا على الحلقة علشان تكون حلقة اليوم فيها اخبار متنوعة في حلقة اليوم من ملعب دود سبورت قبل نخش على الفيديو والحلقة النارية في حلقة اليوم عايزيني مشاركوا الكلام فعل الجرس ونصل الفيديو بإذن الرحمن الى خمس تلف لايك بنجح بكم دعوتكم بإذن الله تعالى اكون دماء عند حسن انكم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله مرحم شاهداء فلسطين واليمن والسودان يا رب العالمين واتوب علينا انك انت دعوت الرحيم ودعوتكم ليه بالرحمة والمغفرة للوالد وبإذن الله تعالى يكون كل شيء جميل بإذن الرحمن النادي الاهلي مستمر فيه تمريناته استعدادا للقاء سيمبا التنزاني يوم الجمعة ان شاء الله بإذن الله وزا ما وعدناكم وزا ما قلتلكم بنتمنى كل الامنيات وكل الاراء لفوز النادي الاهلي على سيمبا وهيكون لقاء فعلا لقاء مسير لقاء صعب جدا 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 ولقاء من العادة التقيل النهاردة تمين النادي الاهلي الساعة عشر مساء على ملعب التيتش قبل ما يسافر ان شاء الله بإذن الله يوم الاربع استعدادا للقاء الجمعة لقاء سيمبا في دور الابطال وطبعا زي ما حاركم عارفين ان النادي الاهلي مستمر جدا 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 في تمريناته في بعض الاتمئنان على احد المصابين اللي كانوا متصابين زي وسامة ابو علي وزي محمد كريستو وزي 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 طبعا عايزين بعض الناس عايزة تطمن على امام عشور امام عشور اجرى العملية النهاردة والراجل خلاص بإذن الله تعالى بدل ما عمل العملية النهاردة اكد الدكتور احمد جبالة طبيب النادي الاهلي علشان نطمن بعض جمهور النادي الاهلي وبعض الجماهير اللي على صفحة دولي سبورت النهاردة اكد وعمل عملية الحمد لله بنجاح وهياخد بالزبط من شهر شهر ونص بإذن الله تعالى يعني ان شاء الله بإذن الله في خلال شهر ونص بإذن الرحمن يكون امام عودة حميدة للملاعب مرة تانية بعد البرنامج التأهيلي اللي يشتعل عليه او النظام اللي يشتعل عليه الدكتور احمد جبالة اللي هيقوله عليه وان شاء الله بإذن الله منت العودة الحميدة لإمام عشور طب هكذا بتندولي بالنسبة لوسام أبو علي عايزين نطمن عليه ونتأكد على محمد كريستو ونتأكد على عبدالقادر ونتأكد ونتأكد لقد النهاردة فيه غضب من أحمد عبدالقادر وغضب من محمد كريستو وهقول لكم قال ايه وعاد ايه والدنيا ايه والكلام ده كله هأكد لكم في حلقة اليوم وطبعا عايزين نطمن على وسام أبو علي جاهز وحسين الشحاب جاهز وبعض القيبة كلها جاهزة وطبعا شيء مؤكد لالنادي الأهلي بحد من غير أي حد النادي الأهلي اسمه النادي الأهلي اللي معاود جماهيره على كل شيء حلو داخل السحرة المستديرة صدمة بين مارسل كولر وحسام حسن ليه كابتن دودي قالك حسام والتحاد الكورة ويه ويه والكلام ده كله والتحاد الكورة بيقول لك جاله عين من بارح اني طبعا أحمد حجاز مدافع النادي الأهلي مدافع منتغب مصر اني الراجل سافر علشان فيه مسألة عائلية او هل بقى هو سافر علشان غطبان اللي معاقبش ماتش اللي فات علشان 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 فيها كل الاتجاهات اللي دايما بيقول لك أنا هرجع على النهائي اللي هو بكرة ازاي أنا راجع ما رايبتش ماتشاط ولا شاركت بأي حاجة وهاجع على النهائي برغم كده اللي رامي ربيعة ماشي بشكل جويس جدا محمد عبد بنعم ماشي بشكل جويس جدا ودول اللي فعلا 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 هيقوموا بمهمة كبيرة جدا 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 أمام منتغب كرواتيا غدا ساعة عشر مساء قبل لقاء سيمبة اللي فعلا بصراحة جماعة هيأهل هيكون لمنتغب مصر هيكون إجهاد بالنسبة اللعبة دي أمام لقاء سيمبة فعلا هيكون في إجهاد فعلا هيكون جسمها تقيل فعلا هيكون في شكاير رملة فعلا في جسمها فعلا كل شيء وطبعا استضام كبير جدا 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 بين مارسل كولر وحسام حسن طب كابت الحسام هاتلينا مرونة عطية طب أنا هلعب يبين في نص الملعب الرجل خلاص قدم وراء اعتماده وكابت الحسام حط في بماغه وحارت عليه التشكيل وعمل مستوى طيب جدا 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 يعني هلعب مين مكانه مفيش حد ولا تقول لي يا لكسيس منتاري ولا تقول لي مهند لاشين ولا تقول لي ولا تقول لي لا كابت الحسام خلص كل الكلام في ماروان عطية وماروان هو الأساسي في منتغب مصر الوطني من هنا ورايح واستضام بين مارسل كولر وحسام حسن فيه أو بسبب لعبة النادي الأهلي اللي ربنا نصره ما تروحش على لقاء سيمبا ويكونوا عندهم إجهاد عندهم شد عندهم 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 وإن شاء الله بإذن الله يكونوا رايحين جاهزين ويكونوا قد المسؤولية في لقاء سيمبا التنزاني كابتن دودي كنا سمعين اللي وليد أزارو يقترب لنادي الزمالك كان مسؤول نادي الزمالك كابتر رحمة سليمان ومع وكيل أعمال وليد أزارو وجودي جمز كان عارف الراجل لما كان بيلعب في نادي عدنان السعودي وطبعا زيما حركوا بعرفين أن وليد أزارو ملعبة كويسة جدا 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 اللي تقدر تقدم كل الشيء داخل نادي الزمالك والراجل أو وليد مرحب جدا بالإنضام لنادي الزمالك لكن النادي الأهلي قدر يدخل في الحتة دي في الوقت القاتل بمعنى الكلمة علشان يخطف وليد أزارو من النادي من نادي الزمالك وبيقولك بالبنت العريض العنوان الخطيب يخطف أزارو من لبيب يا حسن يا لبيب لو أنت راجل خد لعيب دلوقتي السيلة بقت كويسة جدا 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 وليد أزارو مرحب جدا لإنضام نادي الزمالك لكن بيقولك أنا بيتي أو لبية لكن مارسي الكولر برضو أيضا عارف وليد أزارو لكن لما نشوف وليد أزارو ذات نفسه عايز إيه هل هيروح نادي الأهلي ولا زمالك وهم دولكم بين الكرة المصرية اللي أنا شايف بصراحة أو من وجهة نظري وليد أزارو هل لو انضام من نادي الزمالك هيكون صفقة كبيرة جدا 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 هيقدم فيها كل شيء نادي الزمالك وليد من لعيبة كويسة جدا اللي يقدر يعتمد عليها في أي حد أو أي مدير فني يعتمد عليه في حتة رجومية كويس أوي سريع وكوي وهداف وشويت وكل حاجة وكناص وخطاف كل حاجة هتلاقيها في وليد أزارو وإن شاء الله بإذن الله منتمنى كل التوفيق وليد أزارو يكون في نادي الزمالك لكن لسه لحد الآن ما خلصي مع أي شيء واللي يقولك بتلاقي خلص لأ ما خلصي ولا وقع لأي حد والحد الآن وليد أزارو متعلق بين كبين الكرة المصرية الأهلي والزمالك محمد كريستو غطبان أحمد عبدالقادر غطبان ليه علشان اللي اتنين في الفترة اللي فاتت ماشيين بشكل كويس جدا 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 في التمرين لكن بنتفاجئ جدا يا جماعة لما بيكونوا ماشيين بشكل كويس جدا في التمرين وعمين مستوى باهر ومحترم جدا جدا نيجي نتفاجئ بهم اللي يكونوا خارج القايمة في اللقاء سيمبة التنزاني ليه هم عملوا ايه سووا ايه عملوا ايه خربوا ايه بعملوا كل الكلام ده مارس الكولر بيقضي على السناء دول واحدة واحدة بمعوتهم بالبطيق وانا شايف بصراحة اللحمد عبدالقادر شكله هيرحل على النادي الاهلي ومحمد كريستو ايضا ممكن نرحل على النادي الاهلي لكن محمد كريستو جايله عارضين كويسين جدا 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 اذا كان من البنك الاهلي ولا زد لكن الكيمة بتاقي محمد كريستو غالية جدا جدا مفيش حد يقدر اتفعها في مصر كلها غير النادي الاهلي مليون دولار يعني مليون دولار حاجة كويسة جدا حاجة قائمة جدا جدا وانا بقول لك لمحمد كريستو هيكون اضافة كوية جدا اذا كان للبنك ولا تزد وايه احمد عبدالقادر ايضا صفقة محترمة جدا جدا لما نشوف مارس الكولر هيخلص عليه ولا هيوديه على فين ولا هيكون اخرته ايه احمد عبدالقادر ان شاء الله باذن الله كده كونوا سيادة الحلقاتي بتمنى من الله تكون الحلقة عجبتكم قبل الوافط معكم بنعمل اشارك للقناة وفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى خمس تلاف لايك بنجح بيجو ودعواتكم باذن الله تعالى كون دام عند حظ انكم انتظروني في كل يوم فيديو جديد غدا في لقاء نهائي كأس العاصمة مصر مصر وكرواتيا باذن الرحمن نتمنى كل توافين وانتخبنا الوطني باذن الله تعالى غدا باذن الله تعالى بشكركم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته